السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في يوم مشمس جميل في بريطانيا النهاردة درجة الحرارة حوالي تسعة وعشرين تلاتين وبقالنا حوالي شهر اوقتها من شهر اصبحت بريطانيا للوقت زي افريقيا والاسف الحاجة الوحيد اللي بتخوفني هنا الناس بيخرجوا بالايه بالملابس الدخلية بتاعتهم في كل حتة فده اخطر حاجة علينا في بريطانيا هنا او في الغرب اه اليوم بعد انقطاع حوالي تات اسابيع او اكتر اه والزيارة اللي احنا عملناها للبوسنة واليونان عشان ذكرة سريبرنيتسة في البوسنة وزيارة مخيمات ناك بنبدأ بهذا الموضوع اللي هو اسمه التنشئة المجتمعية وهندس تغيير موضوع ده كان من زمان او واخترحوا الاستاذ احمد الشيخ من ادلب وحطت المادة العلمية بتاعته انا اختصرتها لان فيها كان جزء كبير عن المشاكل والامراض النفسية اللي بتصيب الناس او اللاجئين او النازحين في المجتمعات او بتصيب الناس اللي هما بنسميهم المواطنين البيولوجيين اللي هما بيهتموا بالاكل والشرب فقط ولا يهتموا باصلاح المجتمعات وركزتنا النهاردة على بعض الاشياء الاخرى اللي هي تعتبر في البناء اكتر ايجابية مع الاعتذار للاستاذ احمد الشيخ المراحل التنشئة المجتمعية ثلاثة الاستقبال والتقهب وبعدين التنشئة وبعدين الهندس للتغيير الاستقبال والتقهب والتنشئة والهندس تغيير في الاستقبال والتقهب اللي هي مرحلة الفزعة لما تحصل مصيبة في اي مكان في اي حتة في حارة في شارع في قرية الجار بيطير علشان يساعد جاره الجارة بتجري علشان تأوي النساء والاطفال وهكذا ودي فطرة 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 اساسية في كل مخلوق من الخلائق حتى في الحيوانات والطيور وفي المرحلة دي اللي هو بنسميها استعداد ورغبة المجتمعات المدفة الاستقبال النزيحين واللاجئين وده اللي احنا بنسميه بالانجليزي والعربي اللي هو ايه الاستجابة الاولى او بالانجليزي بنسميها دول بيجوا قبل مين قبل الجمعيات الوطنية المحلية وقبل المساجد والكنائس دور العبادة بيجي قبل المؤسسات الحكمية ما تتحرك بيجي قبل المؤسسات الدولية الغير الحكمية ما تتحرك من بلادها عشان تيجي لهذه الاماكن ويجي كذلك قبل المؤسسات الدولية الاخرى الكبرى والإقليمية زي الأوام المتحدة وجمع الدول العربية ومنظم التعامل الإسلامي والاتحاد الأوروبي كل دول يبقى أهم شيء في المرحلة الأولى دي لاستقبال التأهب هو الفرد هو الفرد الجار اللي بيقوم بهذه المرحلة وبيكون هو قائد هذه المرحلة ده الدكتور عبد الرحمن الصميت رحمة الله عليه وهو المؤسس لجنة مسلمة أفريقيا ونريح حطيت السورة بتاعته في المرحلة دي بالذات لأنه راجل مبدع وبدأ العمل من النهاية السبعينيات يعني تقريبا قرابة أربعين سنة دلوقتي ولما ذهب لأفريقيا واعتقد أنه هو ذهب واكتشف اكتشافات كبيرة جدا في بعض الأدغال أفريقيا والأماكن النائية هناك وجد امرأة كبيرة في السن أوروبية تعيش هناك منذ عشر سنوات تركت الدنيا كلها وأصبح حماه وتميت هذا المجتمع الصغير داخل قرية من القرى في هذه الدولة وأنا ما قابلت في سنة 84 في ديسمبر 84 قال لي القصة دي كنا في ليستر مع بعض في مؤتمر وقال لي القصة أنا كنت رايح بقى هناك ومتحمس جدا ولقيت واحدة ستة عادلة وحدها سيب كل أوروبا وكل كانت فيه وعيش هناك ده من سمي ده الفريستي ريسبوندر أو اللي هو الاستجابة الفردية لما ننظر للأربع صور دول دي زيارتي اللي كانت ليه اليونان في جزيرة اسمها ليسفوس في هنا تلات عائلات العائلة دي عائلة بريطانية إيريك وفليبو مراتو إيريك وفليبو عملوا مركز لاستقبال اللي كانوا بيستقبلوا أو بيقفوا على الشاطئ علشان يشوفوا المراكب جاية من التركيا فين ويبتلوا يتابعوها عشان يساعدوا اللاجئين عندهم مركز بسيط لتوزيع الملابس وتوزيع الصابون وتوزيع الشمبو على الأطفال والبامبرز على الأطفال وهي تفرغ التفرغ كامل وهو بيكسب عيشه من أنه بيرسم وبيبيع بعض الحاجات اللي بنحطها هناك ده نيكوس وده إجريجي يوناني هو وزوجته أدي هو أدي زوجته هي وهو نيكوس هنا وإحنا مزلناهم ودول كان عندهم مطعم كانوا بيعيشوا من المطعم ده ولما دخلوا اللاجئين من تركيا لما من كل الدول العربية والإسلامية حبوا يستضفوهم ويأكلوهم ويشربوهم فحصل عليهم ضغط حكومي قالهم أنتوا دلوقتي مطعم تجاري ولا مطعم خيري لو استغلتوا في العمل خيري حنلغي الرخصة بتاعتكم فبالفعل اللغة الرخصة بتاعتهم ويكونوا حاجة اسمها هوم اللي هي دي اللي هما بيأكلوا حوالي بيعملوا ألف وقبة وعندهم مكان على البحر بيعملوا فيه قعدوا فيه اللاجئين اللي هما بيساعدوهم هناك يعني ترفيع عنهم وده شاب من اللاجئين اللي هما الأفغان وده شاب باكستاني بيساعدوهم هناك في تنظيف المطعم وده جوليو من أسبانيا عنده برضك مبخ في ليسفوس ويطرق أسبانيا وقعد يعمل كل يوم ألف وقبة أنا ليس ذكرت الأربع تلات عائلات دول ولا واحد شيء مسلم ودي رسالة للشباب هؤلاء الناس ذهبوا وطرقوا حياتهم في أوروبا وتفرغوا تفرغوا كامل لاستقبال ومعاونة اللاجئين اللي هما كلهم أو غالبيتهم أو صحيف المهم منهم غير مسيحيين مسلمين كلهم وعرب رسالة ديكم يا شباب احنا عندين بنعمل ايه على الفيسبوك وعالتويتر وعلى السوشيال ميديا وعلى كذا وحنغير العالم كله وإحنا قاعدين حطين ضجل على الرجل بنتفرج على ايه والحمد لله دلوقتي كاس العالم انتهى لكن ماذا بعد كاس العالم هيبدأ الدورة للانجليزي هيبدأ الدورة لأسباني هيبدأ الدورة للمصري هيبدأ الدورة في الخليج والإمارات الناس دي رسالة لنا كلنا وكذلك لما نرجع مرة تانية لعبد الرحمن السميت اللي من 40 سنة اكتشف ان احنا متأخرين في العمل الإنساني عن المرأة العجوز اللي قبلها في أدغال وافريقيا جزاه الله خير يبقى اول شيء اللي هو الاستجابة الاولية احنا تكلمنا عنها عن هؤلاء الناس تاني شيء في التنشئة المجتمعية يعني ايه تنشئة المجتمعية زي ما انت بتجيب بذرة وعايز تحطها عشان تطلعها شجرة او عندك فكرة جميلة وعايز تكبرها عشان تنميها وتحولها الفكر ذقافة وابداع الى اخر يبقى هي التنشئة معناها نمو والهندسة معناها تحويل المنتج تحويل الثمرة الى منتج مجتمعي التنشئة التنشئة اللي هي ايه النمو والهندسة مصار والتعريف الاخر لها اللي حطه احمد الشيخ هي التنشئة هي عملية تحويل الكائن البيولوجي اللي هو زي حالاتي انا كده اكل واشتب وناب ما ليش اي صفة في المجتمع هي تحويل الكائن البيولوجي الى كائن اجتماعي بمعنى ان يتحول من كائن استهلاكي الى كائن اجتماعي فاعل وفعال ومنتج ومبادر واعرف حقوقه واقوم بواجباته وطالب بالعدالة وطلب العلالة الاجتماعية الى اخر ده التنشئة فعلشان نعمل التنشئة دي والبذرة تنمو تبقى ثمرة وتبقى شجرة وتبقى غابة وتبقى موائل وعشان الفكرة تنمو تبقى ثقافة وتبقى حضارة وتبقى تاريخ وتبقى فكر وتبقى كذا وتبقى نهض الى اخره لابد ان نقوم بهذه الامور ايه حاجات التنشئة اللي احنا عايزينها إن أولاً تكون البذرة بتاعتنا صالحة الفكرة تكون بالنسبة لنا محتاجها المجتمع دي نمرة واحد دي بقى مناسبة للمجتمع ما تكونش فكرة جميلة بتتعمل في الغرب والناس كلها موهرين بيها لكنها ما قدرش عاملها ببلدي أنا عايز فكرة تكون منساقها أو مشروع منشأه أو ثمرة منشأها المناخ اللي احنا بنعمل فيه دي نمرة واحد دي نمرة اتنين تكون تربة اللي عندنا صالحة ما ينفعش أزرع في أرض ملحة صالحة أرض سبخة وفي بعض البذور ما تنفعش تحط في أراضي سخرية إلى آخرة والمناخ المحبينة اللي حيسمع بنمو هذه البذرة أو هذه الفكرة سواء كان مناخ سياسي بالنسبة لفكر أو تمام مناخ قاري أو بيئي بالنسبة للبذرة نفسها ايه بقى آليات التنشيئ اللي احنا نتكلم عنها طبعاً نمك في اختزالتك تلك جداً من اللي عمله أحمد الشيخ بالنسبة لأمراض اللي بتشيء بالمجتمع واللي منها أمراض نفسية وعقلية وجنون ونحرفات سلوكية وأخلاقية وجرائم منتشرة إلى آخره وتشتت أسره كل دي بتبقى في المجتمعات النازحة سواء كان داخل الوطن أو لاجئة اللي يخلق الوطن أو المجتمعات اللي جاية وبيستقبلها زي نيكوس وجوليو وأريك ومراته إلى آخره إيه الآليات بقى التنشيئ اللي نتكلم عنه والعائلة الممتدة ده أول شيء فيه آليات التنشيئة بناء الأسري نمرة اتنين مساحة الحريات اللي موجودة في المجتمع مجتمع مظلم مجتمع أمني مجتمع استخباراتي مجتمع منغلق على نفسه ها؟ أو مجتمع منفتح دي بتؤثر سلبا وإيجابا في نمو التنشيئة نفسك الإيمان إيمان الشخص نفسه وانتماء الوطن الانتماء الوطن يدام ما هياش محاضرة ما هياش قصيدة ما هياش أغنية ما هياش شعر هو هو حياة إيمان الفرد أو إيمان الفرد بالانتماء بوطنه والأرض اللي عاش عليها قدر ما أعطته قدر ما يعطيه ها؟ فالانتماء هنا مش حدوتة يبدأ من الأم والمدرسة والحي والمناخ السياسي اللي موجود والمؤسسات إلى آخره وكمية الحريات اللي بيشعر فيها الفرد المواطن قال له ها؟ بنفسه وبذاته داخل الوطن نفسه الأخلاقيات أو القيم بتاعة المجتمع أنا معلم أولادي إزاي ينشئوا تنشئة مجتمعية لابد أن يكون عندي أخلاقيات معينة قيم متفق عليها تستطيع أن تنمي قدرات ابني أو قدرات النازحين أو قدرات وأخلاقيات النازحين في المجتمعات لكي تستطيع أن تنشئ مجتمع جديد تنشئة مجتمع جديد أسهل بكثير من تغيير قيم وأخلاقيات مجتمع إحنا بنعيش فيه فلابد أن إحنا نعمل على اللي هو الأخلاقيات والقيم المجتمعية تعليم مهم جدا مهم جدا 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 أن التعليم مش حفظ التعليم دراسة ووعي وإدراك وتطبيق عملي اللي هم ندرسه تعليم مش حفظ كان زمان وإحنا صغرين نكتب لأنا أكتر من مرة إحفظ يا ابني وبعليم بعكده بأفهم لا التعليم فهم من الأول التعليم معرفة التجارب الآخرين فده لابد يكون جزء مهم جدا في إنشاء التنمية المجتمعية الواعي تكلم عنه أعي إيه أعي بمقدرات وطني ما زال ما قلت قبل كده ما فيش قطعة أرض ربنا أوجدها وأوجد عليها قلائق إلا وهي غنية بمدخرتها وإمكانتها لأي عدد سيعيش في ظهر هذه القطعة في علم الله الأدني قد يكون في سنة 50 ميلادية 100 ألف وفي سنة 3000 ميلادية 100 مليون فمقدرات هذه الأرض تساوي عدد من سيعيشون عليها في سنة 3000 لهم 100 مليون ما فيش أرض على وجه المعمورة إلا وفيها خيارات لا نعرف قيمتها الآن الواعي أنا أعي بصروات وطني بتاريخ وطني بقيمة وطني بقيم وطني بأخلاقيات وطني بحضارة وطني إلى آخر الثقافة الفكرية والتاريخ برضك ده جداز ما أعرف يكون أنا عندي ثقافة مش كل شوية واحد يجبدي حاجة جديدة يعمل لي ثقافة ويغير لي فهمي ويغير لي تاريخي وكل حكومة جديدة تجد غير التاريخ إلى آخر لا مش عايدين نخش في المنتصر اللي هو اللي يكتبوا التاريخ الشعب والمواطنين هما اللي بيكتبوا التاريخ سواء كان منتصر أو منهزم الصبر جزء من التنشئة ودي صفة من صفات الأنبياء ودعوات الرسل الاستفادة من قادرات المقدمة أهم 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 شايفين ده النقطة دي أهم أهم عنصر استثماري داخل أي وطن من الأوطان هو المواطن هو المواطن هو المواطن أهم من البترول وأهم من الغاز وأهم من الزراعة وأهم من التربية الحيوانية وأهم من السياحة وأهم 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 من كل حاجة بدون المواطن والاستفادة من قادرات المواطن والاستثمار في المواطن لن يكون لك وطن يستطيع أن يقود العالم أو يحدث نهضات أو يبني حضرات او يغير تاريخ البشرية استقلال اقتصاد للفرد ان الفرد عندنا يكون انتماؤ فقط للوطن جزء منهم بيشتغلوا في الشغل الحكومي وجزء منهم بيشتغل في قطاع الخاص يكون الفرد عندنا مستقل فكريا وذهنيا وعقليا نكيز ساعن يفكر الفرد المكبل بكسب العيش ما بيعرفش يفكر ما بيعرفش يفكر فلابد نخلي الانسان ده عنده قدرة واستقلالية في استقلال اقتصادية ان احنا نخلي مجتمعنا ياخذ مبادرات كتير جدا ان شاء الله نصها يفشل ونصها ينجح ما تمنعه اي مجتمع في الشتات او في النزوح او في اللجوء ان ياخذ الافراد يعملوا مبادرات والاخيرة ان احنا نبني مؤسسات مجتمع مجتمع فيها كتير قبل كده يعني نتكلم قليات التنشأة هي البناء الاسري مساحة الحريات الامان والانتماء الوطني الاخلاقيات والقيام المجتمعية التعليم الوعي الثقافة والفكرية والتاريخ الصبر الاستفادة من قدرات المواطنين استقلال الاقتصادي لدى الفرد الاخذ الممادرات بناء المؤسسات وده حيؤدي الى ارساء العدالة والعدل داخل المجتمعات بدون عدالة اجتماعية بدون عدل لن نستطيع اننا نبني او ننشئ مجتمعات الهندسة تغيير يعني احنا بعد ما زرعنا الزرعة او حطنا الفكرة او بدأنا ننشئ المجتمع ها ها هنبدأ بقى نغير ها في آليات الحياة فالهندسة معنى كلمة هندسة عند المهندسين اللي هما الشباب اللي بيشدرسوا في الهندسة هي مسارات متعددة متشابكة في منها الأفقي ومنها الرأسي ومنها الدائري ومنها المحوري ومنها التقاطعي كلها خطوط مستقيمة هندسة يعني خطوط مستقيمة تستخدم في اعادة بناء المجتمعات اللي هي اعادة من الضمار والتخريب والتراجع النفسي والتشتر النزوح يبقى احنا بعد ما استقررنا على رؤية كيف ننشئ المجتمع بنعمل مسارات هندسية لنغير من واقع هذا المجتمع الأليم هدف الهندسة دي ايه ايه هدف الهندسة دي ها هندسة تغيير اول حاجة هندسة تغيير بتشخص المشكلات والظواهر السلبية وتحدد الاستراتيجيات والتوصيات يعني قبل ما نبتدي نحول يعني خلاص فهمنا كيف ننشئ نبدأ التنشئ المجتمعية اول شيء في الهندسة تشخيص المشكلة علشان نعرف العلاج والظواهر السلبية وتحديد الاستراتيجيات والتوصيات نمرة اتنين يكون الهندسة اللي نتكلم عنها دي هندسة تغيير بتشتغل بشمولية عمومية لانها فوقية تستطيع ان تحتوي كل مشاكل المجتمع والتفاعل معها سلبا وايجابا نبقى الهندسة في الاول بتحدد وتشخص المشكلات والظواهر السلبية ثم تحدد لها الاستراتيجيات والتوصيات ويكون وجه هذه الهندسة التغيير اللي هي ايه؟ يكون شيء عام ا כما ننزل من الشيء العام للتخصص يبقى في كل جانب منogue الهندسة المنجد في المياه متقصصين في المناخ متقصصين في التربية الحاونية متقصصين في الأسواق متقصصين في السياسة متقصصين في التاريخ متقصصين في الفقه متقصصين في كل شيء من أشياء الحياة خلاص؟ نمتلا تكون متمتعة اللي هي الهندسة جدي بالمرونة مش صلبة أو خطوط لا لازم يكون فيها مرونة مرونة مع الوضوح إذا لم تكن واضحا لن تكون مرنا زائد من يدير هذه المرونة ناس يكونوا يعلموا ما يقولون اسألوا أهل الذكر القرآن قال لنا إيه اسألوا أهل الذكر والرسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما بيستفيد من الناس في تخصتهم المختلفة يو استمتع هذه الهندسة التهندس تغيير بالمرونة والوضوح والدقة الدقة معناها ايه؟ معناها أن أنا أعرف المجتمع اللي قاعه والاحترافية يعني ايه؟ اسأله يا استأذره يا أبي إن خان ما استجرت القوي والأمين القوي اللي هو عنده ايه؟ الحرفية نمتلا أربعة تعتمد على خطط وأهداف واضحة مش عشوائية يا يوم الرئيس قايم لك تنيه من الصبحية ولا الوزير ولا فلان الفلان رئيس مجلس دار وقال لك جات لي فكرة وأنا نايم بالليل نفذها بكرة ما ينفعش لابد نعتمد على خطط هادفة والابتعاد عن تخطيط العشوائي الانفعالي وربود فيها أن من الخامسة أن نربط التخطيط بالتنمية احنا منخطط ليه؟ عشان ننمي منخطط ليه؟ عشان ننمي مش منخطط عشان أنا بقى المسؤول لا منخطط عشان ننمي والسبل لطرق بالاستراتيجيات أنا عندي استراتيجية عايزة وصلها يبقى يعمل لها الطريق ده والطريق ده والطريق ده وكل الطريق تؤدي إلى استراتيجية اللي أنا عادي أحققها والبرامج بالهدف وكل برنامج بنعمله وكل مشروع داخل هذا برنامج يكون مرتبط بالهدف الكبير يبقى أنا عندي هنا هو تحت حاجات تنمية والاستراتيجيات وأهداف نرتبط بالخطط والسبل والبرامج والمشاريع واضح يا شباب؟ اللي مش واضح يقول لي مش واضح بس ما حدش فيك رفع ايده أنا مش شاف حد رفع ايده قدامي خلاص؟ اللي قررت التخطيط بالتنمية السول بالاستراتيجيات وأولبرامج بالاهداف المرسلتة الإستعانة بالقيم والايدولوجيا زي ما نكلمت قبل كدا في التنشاء المجتمعية اللي هي المرحلة التانية لازم يكون عندنا قيم وايدولوجيا اللي بتحافظ على بنية أساسية داخل المجتمع مفيش Muktuima من غير قيم مفيش مجتمع من غير ايدولوجيات مفيش مجتمع من غير تاريخ مفيش مجتمع من غير ثقافة مفيش مجتمع من غير رؤية مفيش مجتمع من غير مهمة حيقوم بيها ورسالة واضحة واضح ننتقل نقطة المسابعة بناء شخصية الفرد نعيد بناء شخصية الفرد مرة أخرى وتعمل على تقوين وتحسين السلوك لابد الاهتمام المركزي بالأول والأخذ ما أنا قلت قبل كده في التنشئة الأسرة هنا إعاد بناء شخصية الفرد لأن الفرد هو الذي لابد علينا ولزامنا عننا أن نستصمر فيه كل جهدنا لكي نستطيع به أو بها أن ننمي المجتمعات وننشئ المجتمعات ونحدث ثقافة التغيير أو هندسة التغيير تحويل السلوك الاجتماعي لدى الفرد والجماعة من سلوك انفعالي غريزي إلى سلوك عقلاني هدف يعني إيه يعني كل السلوكيات ما هو إيه بعدك دو أنا هحول أما أما أستثمر في إعادة بناء شخصية الفرد وتحسين سلوكه ده حينعكس إيجابياً على أن أنا بحول السلوك الاجتماعي للفرد والجماعة والمؤسسة والمسجد كل حاجة إلى الخروج من المفعالية والخروج من الغرائز اللي بتعتمد على الأدرينالين وارتفاع النسبة للأدرينالين في الدم إلى سلوك عقلاني هادف يستطيع بيه نحن ندير بيه عملية الهندسة التغيير بناء العلاقات الإنسانية داخل المجتمع يعني العمل الإنساني يصبح فرد عين يعني التطوع يصبح فرد عين يعني بناء مؤسسات المجتمع المدني تصبح فرد عين الأخيرة اللي هو التحاول اللي ما تاخدش يعني في فترة اللي هو التغيير ما تاخدش مخاطرات كتيرة لأن أنت خارج بمجتمع لسه بتنشئه وعايز في إنشاء هذا أنك تقلل استدرامات بالدول العميقة داخل هذا المجتمع أو الدول العميقة خارج المجتمع نقولهم مرة تانية هدف سياسة هندسة التغيير تشخيص المشكلات والذوار السلبية وتحديد الاستراتيجيات وتوصيات بتكون لها واجه عام شامل تتمتع بالمرونة والوضوح والدقة والاحترافية تعتمد على الخطط الهادفة والابتعاد عن تخطيط العشوائي والانفعالي تربط التخطيب بالتنمية السبل بالاستراتيجيات والبرامج بالأهداف تستعين بالقيم والأديورجلات في الحفاظ على البنية بنية المجتمع وتنمياتها تعيب بناء شخصية الفرد وتعمل على تقيم وتحسين الانتاج تحول السلوك الانتماعي لدى الفرد والجماعة من السلوك انفعالي غريزي الى سلوك عقلاني هادف تقوّل علاقات الانسانية في المجتمع وتقلل من المخاطر تقليل المخاطر والكوارث دي سألة للشباب مرة اخرى عشان نعمل ايه نختم بيها انا ليه حطيت المجموعة من السور دي في الاول وبكررها مرة تانية وبكرر سورة رحمة الله عليه دكتور عبد الرحمن الصميت نبدأها بدكتور عبد الرحمن الصميت وثم الصور دي كلها فرسالة الشباب ليه انا حطيت الصور دي كلها هؤلاء الناس ليسوا بمسلمين تركوا حياتهم كلها وعايشين في منطقة مش سهلة مع الاف والاف مؤلفة من اغلبهم من المسلمين النازحي اللاجئين من الدول العربية اوباكستان وافغانستان الى اخر دي رسالة دول ولا واحد فيهم شاب ولا واحد فيهم شاب لك كلهم عرفوا لسالتهم الانسانية في الحياة اللي خلاني اكون معاكم صريحة جدا الاستاذ فادي هنا فادي ده مدير مؤسسة اسمها اتحاد الايتام في اسطنبول اللي هو ده لما سمعي القصة بتاعتها للناس قال لي انا مستغرب من قيمة انسانية هؤلاء الناس قيمة انسانية هؤلاء الناس حتى كنكلمني فيها اكتر من مرة واحنا مع بعض في الجزيرة هناك ليه لان كل انسان فينا ربنا خلقه في انسانية حتى كل حيوان مطير في انسانية اين نحن من هؤلاء الالاف من الاجئين ليس فقط في اليونان لكن في كل مكان في العالم في ميانمار في كوكس بازار في اكتر من واحد وواحد من عشر مليون لاجئ في كوكس بازار كلمنا عنهم انا في رمضان هناك في وسط افريقيا سواء كان في جمهورة وسط افريقيا او في الكاميرو او في تشاد في مئات الالاف من اللاجئين اللي بطلنا نتكلم عنهم قضية البصنة اللي اتكلمنا عنها قبل كده هو اللي احنا نسناها ان ازاي عايزين نخلي السلام يكون مستقر قضية الكونغو الديمقراطية اللي فيها خمسة مليون نازح داخل البلاد ايه اندروا الشباب اللي يقوموا باللأم بي هؤلاء الناس هنا زي ما انتوا شايفين هنا اريك وفليبو هنا دا نيكوس اللي هو اليناني صاحب المطعم وهنا جوليو اللي هو صاحب المطبخ وهنا الشباب اللي معانا فين احنا من هؤلاء الناس العملية من الصورة بروح ناخدها واحنا بنوزع مية تنة ولا خمسين تنة طحين العملية اقامة وتضحية وصبر واسرار وعزيمة والرؤية وبقاء على الارض من اجل عمل التغيير من اجل عمل التغيير الشباب اللي قاعدين على الفيسبوك 24 ساعة الشباب اللي قاعدين بيتفرجوا لعبوا كورة 24 ساعة الشباب اللي قاعدين ها تشاتينج 24 ساعة الشباب اللي قاعدين ما عندهمش اي هدف في الحياة هؤلاء الناس صنعوا لهم هدفا في الحياة ومن اجل هذا تستقبلهم المجتمعات او تحاربهم بعض المجتمعات الى اخر فلذلك علينا ايها الشباب ان اردنا ان نبني وننشئ مجتمع وان نعمل تنشئة مجتمعية وان نعمل هندسة للتغيير ان نضحي وهنا التضحية وكل هؤلاء الناس ليسوا من ملة الاسلام لكن احنا بنشكرهم ونشكر الدكتور عبد الرحمن السلامية وغيره ونشكر الكثير من الشباب اللي مش موجودين معنا في سورة الله احنا عايزين نقول لكم تعالوا اخرجوا من الاحباط الى العمل والعالم يحتجكم اخرجوا من الضيق الى السعة من ضيق الافق القومي ضيق الافق الثقافي المحدود الى سعة الانسانية وبحبوحة الاسلام والاديان اخرجوا من عبادة اصنام الحكومات الى عبادة الله رب الحكومات سبحانه وتعالى هذه كانت كلمة ربعية ابن عامر رضي الله عنه ويقول لكثرة يعني قد جئناكم لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة ومن ظلم السلطان الى عدل الاسلام جزاكم الله خير نراكم غدا ان شاء الله بعد سرات الجمعة بكة هتكون الساعة ثلاثة مش الساعة 12 علشان الساعة 12 الناس كلها بتصلي الجمعة في كل حتة فهنخلينا عملها الساعة 3 ان شاء الله الاخر مخرج بينزول الى شازرا لانه كان مرتب نفسه على الساعة 12 بس انا فجئتو دلوقتي ان بكرة هتكون الساعة 3 ان شاء الله نصلي الجمعة ونجلكو تمورو ان شاء الله ويكونوا بي توقف توقف بين انجليش بط اتو بي ثلاثة لندن بعدين فور اكلوك سوري فايف اكلوك فايف اكلوك مكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته